سلاح الفيتو أو النقض وجه آخر من أوجه الاضطهاد المصلطة على رقاب الشعب الفلسطيني الذي يعاني أبشع احتلال استطاني عرفته البشرية لم تجد الولايات المتحدة الأمريكية بإداراتها المتعاقبة حرجاً في استخدامه كلما تعلق الأمر بإدانة جرائم الكيان أو تمكين الفلسطينيين من نيل حق من حقوقهم المشروع الفيتو الأمريكي رفع في وجه الشعب الفلسطيني ست مرات منذ بدء العدوان الصهيوني على غزة في السابع من أكتوبر الماضي خمسة منها وجهت ضد وقف شلال الدم وحرب الإبادة على القطاع الثامن عشر من أكتوبر 2023 أحبطت واشنطن مشروع قرار يدعو إلى هدنة إنسانية بين قوات الاحتلال والمقاومة الفلسطينية وإبطال أمر الإخلاء من شمال غزة الذي أصدرته سلطات الاحتلال قبيل اجتياحها البري للقطاع السادس والعشرون من أكتوبر 2023 ساعات قبل بدء الاجتياح الصهيوني على غزة أواخر شهر أكتوبر كانت واشنطن ومعها لندن على موعد مع رفض جديد لوقف شلال الدم في غزة ووقف حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال الثامن من ديسمبر 2023 للمرة الثالثة في أقل من شهر يشهر الفيتو في وجه طلب قدمته ثمانون دولة يدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة السادس عشر من ديسمبر 2023 باستخدامها النقض من دون أي اعتبار رفضت واشنطن قرارا آخر يدعو إلى إرسال بعثة لتقص الحقائق والوقوف على جرائم الإبادة التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني في غزة العشرون من فبري 2024 وغير آبهة بآلاف الشهداء والدمار والوحشية التي تكبدها الفلسطينيون في غزة رفضت أمريكا طلبا تقدمت به الجزائر يدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة قبل أن يسقط الفيتو الأمريكي مشروع قرار آخر تقدمت به الجزائر يوصل جمعية العامة بقبول دولة فلسطين عضوا في الأمم المتحدة رغم تأييد 12 عضوا للقرار لتبقى واشنطن وفية لموقفها الرافض لأي قرار يدعو إلى إنصاف الشعب الفلسطيني ونصرة قضيته العادلة أو يدين الكيان الصهيوني الممعن في جرائمه وحرب الإبادة التي يمارسها ضد الشعب الفلسطيني منذ أكثر من 75 سنة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر